هل المؤمن في يوم الحشر يشعر بطوله مثل الكافر خمسين ألف سنة أولا يوم القيامة هو خمسون ألف سنة كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن وأيضا دلت السنة على هذا و خمسون ألف سنة يوم طويل و ثقيل كم نسبة عمرك إلى خمسين ألف سنة كم تعيش ستين سبعين ثماني مئة سنة كم نسبتها إلى خمسين ألف سنة هذا بس وقوف الناس هذا فقط وقوف الناس على عرصات القيامة لكن دلت الأدلة على أن الحساب يكون بعد خمس وعشرين ألف سنة لقول الله تعالى أصحاب الجنة يوم وإذن خير ومستقر وإحسن ومقيلة القيلة تكون عند منتصف النهار فعند منتصف النهار تنصب الموازين وتنشر الدواوين كما روي ذلك عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس وبعض التابعين أيضا فلا ينتصف النهار إلا وقد أخذ أهل الجنة منازلهم فهو اليوم مقدار خمسون ألف سنة لكن يبدأ الحساب بعد خمس وعشرين ألف سنة لكن حتى خمس وعشرين ألف سنة مدة طويلة كم نسبة عمرك إلى خمس وعشرين ألف سنة هو يوم طويل وثقيل جدا سماه الله تعالى بيوم الحسرة ويوم التغابن ويوم الفزع الأكبر وسماه القارعة وسماه الحاقة وحذر وأنذر وأعذر جل وعلا فينبغي الاستعداد لهذا اليوم العظيم اليوم الثقيل ويملوا الناس من بقائهم على عرصات يوم القيامة حتى أهل النار كما جاء في بعض الأثار ولذلك يذهبون ويطلبون الشفاعة من آدم ثم من نوع ثم من موسى ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى ثم من محمد عليهم الصلاة والسلام الشفاعة إلى الرب عز وجل في أن يفصل ويقضي بين عباده وهو يوم ثقيل ويوم عسير ويوم شديد لكن الله تعالى يهوينه على المؤمنين ويظل الله تعالى من شاء تحت ظله ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وأما قول الأخ السائل هل يشعر المؤمن بطوله نعم المؤمن يشعر بطوله وكالكافر لكن الله تعالى يهوينه على المؤمن يعني يكون بالنسبة للمؤمن أخف بكثير من الكافر لكنه يبقى يوما طويلا على المؤمن والكافر لكن المؤمن يكون مسرورا لأنه ينتظر نعيم الجنة كما قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه فأما من أتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا نقول إن يوم القيامة هو يوم طويل على المؤمن والكافر لكنه يهوينه الله تعالى على المؤمنين ويكون أخف منه على الكافر لكنه يبقى يوما طويلا ثقيلا شديدا ترجمة نانسي قنقر